المزيد من اسطنبول ضيفي أكتاي يلمز المحلل السياسي سيد أكتاي ما الذي دعا أجلان إلى هكذا تصريحات برأيك مساء الخير تحياتي يبدو أن هناك صراع بين زعماء العمال الكردستاني الإرهابي وبين زعماء حزب الشعوب الديمقراطي وبين أجلان هناك مثلث يتعون تمثيل الأكراد في تركيا هذه المثلث تنظيم العمال الكردستاني في جبال القنطيل طبعا هذا تنظيم إرهابي وهناك حزب قانوني الشعوب الديمقراطي وأجلان المسجون الزعيم التاريخي لهذه الحركة الكردية الانفصالية يعني على ما يبدو أن محاولة قانوني وحزب الشعوب الديمقراطي جمع أصوات الأكراد المواطنين من الوصول الكردية خلف مرشح حزب الشعب الجمهوري أغضب أجلان واعتبره تحديا لزعامته التاريخية ويبدو أن الحزب أخذ هذا القرار دون تشاور مع أجلان ربما يصبه في مصلحة بن علي الدرم ليس كذلك؟ هل ينجح أردوغان في إبعاد الأكراد أو في تحييد الأكراد عن هذا السباق الانتخابي في إسطنبول؟ يعني هناك في الواقع سيد الكريم أن أصوات المواطنين من الأصول الكردية في إسطنبول موزع بين الأحزاب يعني بين حزب الشعوب الديمقراطي وبين حزب العدالة والتنمية الحاكم والبقية الأحزاب لا يمكن يعني ليس من الصحيح أو تقيق أن أصوات المواطنين من الأصول الكردية يذب إلى حزب محدد فقط بل يوزع إلى بعض الأحزاب وهناك نظرا لقلة الفارق أو بين المرشحين يلدرم وإمام أولو الكل منهم طبعا يتنافسون على نزيد من أصوات جميع الشرائح للمجتمع ومن بينها الكردية ولذلك هناك السباق الصحيح بين المرشحين للحصول على مزيد من أصوات المواطنين الأكراد ولذلك نجد أن أم نعم يقال أن من يملك زمام الأمور في إسطنبول يستطيع حكم تركيا بأكمالها إذا ما فقد أردوغان أو فقد حزب العدالة والتنمية الكرسي مرة أخرى في هذا السباق الانتخابي هل ينفرض العقد من بين يدي أردوغان أو حزب العدالة والتنمية برأيك؟ هذا كلام شائع وكلام عام صحيح إسطنبول مدينة مهمة جدا جدا ولها أهمتها الرمزية كذلك ولكن سيد الكريم هناك تقارب شديد جدا في الأصوات هذا أولا ثانيا في النهاية هذه ليست انتخابات البرلمانية أو الرئاسية صحيح نظرا لميزانية أو لثقل إسطنبول هذا الكلام يقال ولكن هذه انتخابات بلدية محلية في النهاية من ينتخب سيفا لن يدير تركيا أو الحكومة بل هناك ثلاث مراحل أو في هذه الانتخابات يعني مجالس أو مجلس البلدية للصالح الحزب الحاكم كذلك مناطق إسطنبول الأغلبية للحزب الحاكم وفي هذه الحالة من ينتخب إذا انتخب ممثل المعارضة فسيكون مقيدة بمجلس البلدية وبرؤساء المناطق ولكن رغم كل ذلك هناك أهميتها الرمزية والطاريخية وطبعا هناك ثقل لمدينة إسطنبول شكرا جزيلا أكتاي المعارضة المحلل والسياسي ضيف من إسطنبول شكرا على كل ما تفضلت به